مرحبا فيكم من جديد تم الإعلان رسمية من خلال حسابات رئاسة الجمهورية عن إصابة الرئيس بشار الأسد والسيد الأولى بفيروس كورونا والخبر يعني الجانب الجيد فيه هو الشفافية اللي تم التعامل معها مع هذا الخبر مع خبر الإصابة فهي الشفافية نتمنى أنه تنسحب على كل الأوضاع والأحداث اللي عبت تصير بسوريا ويا ريد بالمعية الشفافية تنسحب ويصير في مصارحة للناس بوضع واقع الكورونا حقيقة في سوريا وانتشار المرض المرعب في المدن السورية وعدد الوفيات اللي لا يمكن ليجيها لا صحفية ولا غير صحفية تحصي يوميا حتى نحن من مجتمعاتنا الضيقة وحسابات التواصل الاجتماعي عم نشوف عشرات النعوات يوميا يلي عب يتوفوا بالمرض ويحكونا عن كيف السوريين مدبرين حالهم برحلة هالعلاج اللي عايزت عنها أكبر الدول في العالم كيف تحولت المنازل لما شافي صغيرة والأطباء كلهم تركوا شغلهم وعملهم وصاروا يلفوا على هالمرضى وكل زيارة بين عشر لخمسة عشر ألف ليرة في بلد متوسط الدخل الفرد فيه خمسين ألف ليرة سورية واللي ما معه يدفع لازي يكون عنده واسطة يلاقي سرير بمشفى ويا بيطلع من هالمشفى يعني الداخل مثل ما بيقولوا مفؤود والخارج مولود أو بدأ ينترك بقى مع المرض هو ونصيبه ومقاومة جسمه يا بيعيشه بيموت يحكونا عن كيف الأزمة المعيشية عب تدفع الناس لحتى تنزل على الشوارع وتصطف وتزدحم الدام الأفران والمؤسسات اللي يحصلوا على المواد الغذائية يعني كمان هاي الموضوع بده شفافية والشفافية أكثر بأنه نخبر الناس ليش يعني يا ريت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة أي مسؤول رفيع يطلع يخبر الناس شو عب يصير لأن مو معقول نحن باليوم اللي بينصاف فيه الرئيس بشار الأسد وعقيلته بفيروس كورونا نعرف وست شهور الناس عب تصرخ بالشوارع لتفهم شو عب يصير وليش هيك عب يصير وما حدا بيرد عليهم يعني هذا بتوقع غير معقول شكرا لمتابعتكم وشكرا لدعمكم للقناة من خلال اشتراك فيها وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة